قالت عضو الفريق القانوني لفلسطين إنه لا يجب على القوى المحتلة أن تفرض سيادتها عبر إقامة المستوطنات والتوسع فيها ولفتت عضو الفريق إلى أن الفلسطينيين يتعرضون لعقاب جماعي ومحاولات للتهجير القصرية حكومة الإسرائيلية تشارك في الجريمة ضد المواطنين الفلسطينيين وهي جزء من العنف الاستيطاني ضد المواطنين الفلسطينيين المستوطنون الإسرائيليون لا يتم محاكمتهم أو مقاضاتهم على الجرائم التي يرتكبونها بحكل مواطنين فلسطينيين والأطفال الفلسطينيين وبعض الدول الصديقة من إسرائيل تحدثت عن عنف المستوطنين وفرضت كيودا على المستوطنين لإسرائيليين على الرغم من علاقة الصداقة التي تربطها بإسرائيل وذلك لما ترتكبه مجموعات المستوطنين من انتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين إلى جانب سياسة هدم البيوت وكذلك العقوبات الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين وإيجاد بيئة منفرة للشعب الفلسطيني